اشتركوا في القناة ذلك من الحدث الذي فجع به العالم الإسلامي ذلك من الحدث الذي كان من أشد الأحداث على المسلمين عبر تاريخهم وهو سقوط بغداد من على أيدي التتار المجرمين وكيف قتل في ذلك الزمان مليون كما قال المؤرخون ألف ألف مسلم قتلوا في بغداد على أيدي التتر المجرمين بل لم يكتفوا لم يكتف التتر بأن يقتلوا الإنسان بل قتلوا الحضارة والعلم يوم ألقوا بالكتب في مكتبة بغداد العظيمة يوم ألقوا الكتب في النهر حتى صار لون النهر أسود من الحبر الموجود في الكتب ودمروا هذا الإرث العظيم الذي جمع فيه علم خمسة أو ستة قرون خمسمية إلى ستمية سنة من العلوم والفنون والجهود آلاف السنوات من جهد العلماء الذين ألفوا هذه العلوم ثم ذهبت سدى على أيدي أولئك المجرمين وبدأ بعد ذلك بعد المقتلة العظيمة التي استمرت في بغداد أربعين يوما بدأ هولاكو يصدر أوامره تجنبا لحدوث الوباء فإن الجثث إذا لم تدفن فإنها تتعفن ويصيب بعد هذا يصيب الناس وباء وفعلا هذا ما حدث لأهل بغداد وكان الألم قد جاء بعده ألم آخر فكما مات جزء كبير ما يقارب مليون إنسان في بغداد على أيدي المجرمين التتار بالقتل فإنه مات فئة أخرى من الذين لم يقتلوا بالقتل ولم يموتوا بسبب القتل وإنما ماتوا بسبب الطاعون حتى قال ابن كثير المؤرخ رحمه الله من لم يمت بالطعن مات بالطاعون من نجى من الطعن مات بالطاعون فأصدر المجرم هولاك أوامره لتجنب أن يصيب جيشه هذا الطاعون أصدر قرارات أول قرار أن يخرج الجيش من بغداد إلى شمال إلى مناطق في شمال عراق يبتعد عن هذه المدينة التي صارت موبوعة الأمر الثاني أعطى المسلمين الأمان أن يخرجوا فيدفنوا الموت فقال بدلا أن يقوم التتار بدفن الموت قام المجرم بإصدار قرار أن يعطي أمانا حقيقيا لمسلمين حتى يدفنوا موتاهم وخرج من كان متخفيا أو في خنادق أو في أماكن لم يصل إليه التتار خرج فوجد الجثث أمامه ووجد الألم منهم من يبحث عن قريبه ومنهم من يبحث عن أبيه ومنهم من يبحث عن ولده فاجعة كبرى ثم أصدر القرار الثالث بتعيين القائد الوزير الخائن وهو مؤيد الدين العلقمي رئيسا على مجلس الحكم في بغداد ماذا حدث بعد ذلك؟ فاصل يسير ونواصل بتسير القدر حياكم الله إخوان الكرام حياكم الله أخوات الكريمات ما زلنا مع هذه الفاجعة التي عاشتها بغداد في القرن السابع الهجري وبعد أن تمكن التتار جعلوا هناك مجلسا للحكم وجعلوا فيه الوزير السابق الذي تحالف مع التتار ضد الخليفة العباسي وكان مهانا عند التتار وغير محترم حتى إنه حدثت قصة عجيبة ذكرها المؤرخون رأتهم رأة مسلمة من أهل بغداد رأت ذلك الوزير الذي كان مسؤولا أيام الخليفة العباسي ثم صار الآن مع التتار مع الأعداء خان بلده وخان وطنه وخان دينه رأته معهم على دابته والجنود التتر ينتهرونه يعني يسجرونه بسرعة ويضربون دابته وهو في مشهد مهين فقالت تلك المرأة بعفويتها وبفطرتها قالت أهكذا كان بني العباس يعاملونك انظر ماذا يفعل بك التتار هل كانت هذه المعاملة يعاملك بها بني العباس كان العباسيون يحترمونك ويقدرونك ويرفعون قدرك ويعطونك ما تريد انظر إلى ما الذي حدث الآن يوم صرت مع التتار حتى إنه بعد هذا الموقف وبعد هذه الإهانة لم يمكث إلا أيام قليلة أو أسابيع قليلة أو مدة قليلة حتى مات همّا وكمد سبحان الله الخائن لا يصلح له حال إن الله لا يصلح عمل المفسدين صارت بغداد خرابا بعد أن كانت عمرانا ماذا يحكم إذا خنت وطنك ثم حدث فيه ما حدث ماذا تريد بعد ذلك بعد أن صارت الأرض والبلد والوطن خرابا هذه مصيبة من مصائب التاريخ نذكرها حتى نعزز في أنفسنا أهمية الولاء وأهمية الحفاظ على نعمة الأوطان وأهمية الحفاظ على سلامة الأخلاق التي تحفظ بها الأوطان وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد مات بعد شهور قليلة من نفس السنة التي دخل فيها التتار ستمائة وستة وخمسين للهجرة وولي ابنه بعد ذلك على بغداد ومات في نفس السنة سبحان الله شؤم ما حدث لأهل بغداد صار على كل من يتولى أمر أولئك تحت ظل التتار فاجعة كبرى نذكرها التاريخ وصدق النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذكر أن أن الفساد أو أن حب الدنيا هو الذي يقود إلى الذل وإلى المهانة وإلى الانتهاء من موقف العزة والإباء قال صلى الله عليه وسلم عن الدنيا ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا ليش لأن الدنيا يتنافس فيها الناس وينسون فيها الدين فتهلكهم كما أهلكت من قبلهم هل انتهت القصة للقصة بقية وللشدائر قصة وإلى حلقة قادمة بإذن الله نسعدكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة